السلام عليكم متتبعين العزائز الغاليين نتمنى تكونوا ديما بخير وتكونوا في احسن الاحوال اليوم انتشارك معكم ان شاء الله وحد الوصفة اللي عليها در تلاباس ما خليت سيرويات ما خليت دوا ما خليت حتى شي حاجة في الاعشاب فحد الوصفة هدي هي اللي هناتني والحمد لله من بعض الله بالنسبة الناس اللي فيهم الكحة او فيهم زوكة عمدك الشاد اللي يعني كي يهلك الدات وكتولي جنابك دارينك وكرش كدارك من كترة الكحة فهذا غدي ترتاحي عليه وغدي يهنيك من البرد وانتي ولداتك لكن بشرط ما تكونيش حاملة انا كنأكد البنات اللي حاملة او كتستنى باش تحمل فبعدي من هاد الوصفة هدي غدي نرجعو ان شاء الله اه الوصفة وغنا نقدمها معاكم كيف درتها ان شاء الله ولقيت لها الراحة لكن البنات حتى الناس اللي كي طيح لهم طونسيو بزاف يحاولوا انهم ينقصوا منها ما ياخدوش منها كمية كتيرة يالا ندوزون المقادير وطريقة تحضير بالنسبة لمقادير البنات اول حاجة عندنا هنا اه سكين جبير عرق راح ساهل باش تلقاهوه موجود عند الخضارة كاملين موجود عند عرب عند القور في مركادونا في المنشيتي تلقاهوه غد تاخذ غيط ريف صغير وعندنا التوم الحمراء بالنسبة للتوم البنات ضروري تكون حمراء اول حاجة غادي ندير هي قريعة فاش غادي نديرها غادي ندوز باش نعقمها كيف وردتكم في بزاف ديال الفيديوهات طريقة التعقيم ديالي مويم البنات ضروري لما يكون فايض ويغليم زيان واحد ساعة لاروب ولا على الاقل من الساعة فوق القريعة ديالنا بهم بالمغطايات ديالهم وندوزوا للطريقة بعد ما خليت قريعاتي نشوفوه غادي ندوز ان شاء الله غادي هنا نشارك معاكم الطريقة ولكن نغيب كمية قليلة انا درس اللي بغى عند عائلة كثيرة او كنتوا الله يحفظوا الله يبعد عليكم هاد الكحة اللي عند العائلة مريضة بزاف تدير كمية كتر انا ما غنديرش هاد الكيمية كاملة غيكا نوريكم هاد التوم البنات من الاحسن تكون هاد الحمراء هاد اللي كتشوفو في يدي اللي هي صغيرة هاد هي الحمراء نيشان اما الخرارة كتكون شوية خفيفة من من الجهة ديالها الموعمة البنات سكين جبير كيف قلت لكم الاحسن يكون هاد الطريق ما يكونش غبرة غادي ندوز ان شاء الله نقشر هاد الطريف هاد اللي بغى يطحنها في الماكينة وكانت عنده كيمية كثيرة اللي بغى يحكي غيف الحكاكة انا غنحكي غيف حكاكة رقيقية الماطيشة عادية كيف كتشوفو نحاولو ما نضيعوش بزاف دك سكين جبير ديالنا نحايدو غير القشرة الرقيقة والبنات كان اكد لكم اللي حاملة واللي كهبط لها الطوم سيو بزاف تحاول تفادى هاد الوصفة هادي كيف كتشوفو غادي نطحن هاد الطوم اللي معايا ونطحن حتى سكين جبير ان شاء الله بالنسبة للسكين جبير طحنت غير النصف الطريف اللي شفتو معايا هو هادا طحنتو في الحكاكة رقيقة ديال اليد على هاد شكل وبالنسبة للتوم درت غير هاد تستاذ الفصوص كيف كتشوفو انا غنضير غير كمية عيني ميزاني انتو ميلة كنتو كتار غادروا بزاف ومن الاحسن انا كان فضل يدير بنالم كمية قليلة باشتسالة ويعود يدير كمية على قد يده بعد ما بشرتهم بجوج كيف كتشوفو تقريبا عندي جوج ديال معايا القاتل ديال سكين جبير ومعلقة ديال توم معلقة كبيرة بطبيعة الحال عندي هادا كيف كتشوفو القريعة اللي حقمت بعد ما انشفات هندير فيها سكين جبير اللي عندي وغندير حتى التوم نتمنى تجربوها البنات والله الى الدواء من بعض الله هي اللي شافتني لانا اه اه السيرويات الدويات ما خليت ما درد را شهرين البنات وانا شاد داني ما كتخلينيش الكحن عس نهائيا هنا قا عندي العسل الحرة كيف كتشوفو مهم اي عسل عندكم اما اي ماركة ماشي ضروري هادا الماركة هادي الناس اللي في المغرب خلاص را تبارك الله العسل الحرة موجودة غادي ندير وهنا معي القاتل ديال العسل على حسب ذاك الخالط كيفاش بغيته يكون انا غادي نديرو شوية اه ميل للحرورة لانني عجباتني الحرورة ديال السكين جبير اللي ما تقدرش على الحرورة ديال السكين جبير وذاك المادا قجمج هاد ديال توم تدير العسل اكتر من هاد الحساب اللي غا ندير انا كيف كتشوفو مل احسن تخلطوه في نفس القرية اللي غا يبقى فيها بلا ما تخلطيه في واحد الحاجة اخرى وتقلبيه يعني كيميا كتبقى في القرعة دائما وناخدو منها ذاك شي اللي بغينا كيف كتشوفو هنالا ندرت جوج ديال معي القاتل كبار ديال العسل وغادي نخلطهم مع بعض واحد الوصفة البنات اللي غا تخرج منك البرد ولو يكون قديم صدقوني لان التوم وسكين جبير اروع ما كين بالنسبة للبرد وبالنسبة للقعر يعني كيتعالج الانسان من ناحية ديال الصدر او ديال الزوكر كونو هانين من جهتها اللي ادرتوها والله العظيم مهم البنات هانا قادي نهبط مزيان على هاتشكل هادا باش ما يبقاش ليه في الجناب ديال القرعة ويدير شي غمولي او لاشي حاجة مركا نتفادو اننا نخلو هكا حاجة مشكوكة وورا ما كي يغمل ما حتى شي حاجة كيتلق في بعض اياتو كيبقى مزيان كل صباح خوذي لك معي لقا صغيرة وقلصي تصيب الفطور ديالك عاديك سعادو زي فطرين يعني بداي بيها كي تنوضي توضي تصلي ديري معي لقا فمك معي لقا صغيرة اللي كي يطيح لهم الطنسيو ما يكتروش منها الوليدات الصغار ما تكترو لهمش انتي خوضي حتى المعلقة كبيرة ما تخافيش كنت ما حاملاش وكان ما عندك تام مشكل في الطنسيو مهم البنات كيف كتشوفو انا احنا غنزيد عليها واحد شوية لازيت الزيتون باش يحميها ويدير عليها واحد الطبقة ومقبل ما نديرو غادي ننظف بواحد الكاغط هكذا نقي هننظف قاعد الجناب هادو اللي كنكونوا قصناهم منين عملنا ذاك الخاليط في القرعة هننظف جنيبات كاملين باش نتفادأ انها تكون شي غمولية صافي وندير نقيطة ديال الزيت هما تديروه لفت اللاجة اللي هوالو لاننا احنا عنا غردنا نعالجه ماشي نزيدو حاجة باردة تمردنا بالنسبة لها الجو هذا ديال الحال بارد ديروه غيفو البلاكار ديالكم ما كيغمل محت شي حاجة نقيطة ديال الزيت هاني غنديرها قدامكم منين انت بغيت اخذ ذاك المعيلقة اه انا عسي شوية القرعة هكا على جنبها وهزي غير من من ذاك الخاليط اللي درناو خلي الزيت يرجع فوق ما ما تبقف القرعة صافي البنات نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ونتمنى يكون خفيف على قلوبكم ونتمنى بعض الناس يكونوا استافدوا منه وكيف كتشوفونا درت هنا على حساب واحد اسبوع هكا الشي سانطيم هكا ديال الزيت اللي كينفوق الخاليط نتمنى تجربوه ولا يجيب الشيفة الجميع هانتوما البنات منيك تاخذي هكا معي القرعة هذا الزيت كي يحفض كامل وكان ناكلون معي القادية انا بالنسبة لي انا الحمد لله را ارتاحي تعلي كم صد عينيه وكان ناخد حتى معلقة كبيرة وخل ما داق شوية ديال الثومة مجهد ماشي مشكلة البنات يعني كي يحلالي ناخد ما داق ديال الثوم وما يحلاش ليا نبات فايقة مع الكحا وربي شاهد علي يا راني شهرين البنات اللي تعدبت معها ما خليت لدوال حتى شي حاجة مهم نخليكم على خير ونتمنى ما تنسونيش من اللايك وجزاكم الله كل خير وإلى اللقاء